بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة الليل ولكن أيها الأبطال قبل أن نبدأ في درسنا الجديد تعودنا أولا أن نستمع أحسنتم إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في المكان المناسب والمهيئ للطالب والطالبة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح نتعرف على الأهداف الهدف العام تلاوة وحفظ صورة الليل الأهداف الخاصة أولا أن يستمع الطالب وأن تستمع الطالبة إلى آيات صورة الليل ثانيا أن يردد الطالب وتردد الطالبة آيات صورة الليل مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وتتعرف الطالبة على معاني آيات صورة الليل رابعا أن يشير الطالب وتشير الطالبة إلى آيات صورة الليل وخامسا أن يتلو الطالب وأن تتلو الطالبة آيات صورة الليل وسادسا أن يحفظ الطالب وتحفظ الطالبة آيات صورة الليل وبعد أن تعرفنا على الأهداف أيها الأبطال دعونا الآن ننتقل إلى الدرس وقبل أن نبدأ في حفظ درسنا الجديد تعودنا نعم أن نراجع وإياكم ما سبق حفظه في هذه الصورة وسبق أن حفظنا سويا هذه الصورة من الآية الأولى وحتى الآية العاشرة سأقرأ هذه الآيات وأنتم أيها الأبطال كرروا ورددوا معي حتى يثبت المحفوظ بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا بارك الله فيكم أبنائي وبناتي وبعد أن استذكرنا وإياكم المحفوظ السابق الآن ننتقل إلى درسنا الجديد وهو استكمالا لحفظ هذه الصورة من الآية الحادي عشر وحتى الآية الرابعة عشر بإذن الله تعالى الآن أريد منكم فتح المصحف أو فتح الكتاب على صفحة أربع وأربعين والمتابعة معي وأن تكرروا وترددوا معي هذه الآيات حتى نحفظها سويا بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى فأنذرتكم نارا تلضى فأنذرتكم نارا تلضى بارك الله فيكم أبنائي وبناتي تلونا سويا هذه الآيات المطلوب منكم بارك الله فيكم أن تكرروا وترددوا هذه الآيات في المنزل حتى تتقنوها بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب والآن دعونا ننتقل إلى معاني الكلمات قوله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني وما ينفعه ماله إذا وقع في النار إن علينا للهدى أي علينا بيان طريق الهدى الموصل إلى الله وإن لنا للآخرة والأولى أي وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا فأنذرتكم نارا تلظى أي فحذرتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم والآن أيها الأبطال أريد منكم مساعدتي في الوصول إلى الجواب الصحيح في هذه البطاقة التي أمامكم معنى فأنذرتكم يعني حذرتكم معنى فأنذرتكم يعني حذرتكم هل هذه البطاقة صحيحة نضع بجانبها علامة الصح أو خطأ فنضع بجانبها علامة الخطأ نحرك الدائرة الخضراء أو الحمراء من يجيب يا أبطال أحسنتم يا أبطال نعم نحرك الدائرة الخضراء نحرك الدائرة الخضراء إذن معنى فأنذرتكم يعني حذرتكم إذن هذا المعنى صحيح ونضع بجانبها علامة الصح نعود الآن يا أبطال إلى درسنا وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة خمس وأربعين وهنا في النشاط الثاني نريد أن نرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة نوع صورة الليل ما نوع صورة الليل في الأسفل بطاقتان البطاقة الأولى تقول مكية والبطاقة الثانية تقول مدنية من يدلنا على الجواب الصحيح نضع الدائرة على البطاقة أحسنتم يا أبطال نعم على البطاقة الأولى نضع دائرة على البطاقة الأولى إذن فنوع صورة الليل صورة مكية نوع صورة الليل صورة مكية ننتقل إلى النشاط التالي وهنا نريد أن نذكر عدد آيات صورة الليل عندنا بطاقتان تسعة عشر آية البطاقة الأولى أو إحدى وعشرين آية البطاقة الثانية الصحيح أحسنتم يا أبطال نعم البطاقة الثانية إذن عدد آيات صورة الليل إحدى وعشرين آية عدد آيات صورة الليل إحدى وعشرين آية إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات شكرا لكم على هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هذه التوصيات موجهة إليكم وأتمنى منكم العمل بما فيها وللطلاع عليها شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته